طبعاً أنا بتكلم هنا عن طارق حامد لأن كمان اللقطة كانت رفع طارق حامد اللي هو أنا بعتبره أنه هو فوق القانون بتاع كرة القدم على مستوى العالم يعني طارق حامد في مصر بيعامل أنه لا تطبق عليه ويحتخال أن اللاعب اللي المفروض كان يضطرد الماتش اللي فات هو اللي لعب ارتكب ضرب الجزاء لم تحتسب الماتش ده وهو اللي سجل هدف لفريقه طبعاً مفارقة تخص طارق حامد المحصن بقرار مصري أنا معرفش طارق حامد خد الحصانة إمتى ولكن يبدو أن طارق حامد مع أنواع من أنواع الحصانة اللي احنا ما نعرفهاش وبنتفرج على المهزلة التحكمية في التعامل مع لقطات طارق حامد